ياريته طردنا بس يا أبا عملتها يا أبا ما تحكيلي؟ هاقولك إيه ولا إيه يا رحيم يا أبني هاقولك إيه هاقولك إن أخوه كترمى في الشارع وتهان والضرب ولما جيت أحوش عنه ما رأى أقول سين يا رحيم ويكون حد فيهم ما تديده عليك يا أبا رأبوني في الشارع أنا كمان بالجرميل اللي علي بقى أخوك مربي جمبي بينزك من كل حتة في قسمي وأنا عمال بقلوي صوتي أسرخ عشر حد ييس عيني ما فيه إيش أجيب لك حقك يا أبا والله أجيب لك حقك وعد مني لا خليهم يدفعوا تمن كل دي أمرت عليك وده في الشارع ده على حلم رحيم أنا بفكر من ساعتها و مش عارف اللي حصل اللي حصلت إجاي فكر في اللي جاية حلمي أنا مبيعتاكش بالورق دا لأي حد رحيم أنا مجاش في بالي حاجة زي دي ديها واحدة قالوا أنا مش قلت يا ريت محدش يتكلم أنا اللي هتصل مش هينفع تكلم دلوقتي حالة الدنيا هنا مقلوبة مش عارف أتكلم طيب طيب كلمين طيب هتكلم بعدين هتكلم بعدين عايزة إيه واقف يا أخي يا مركون في الضلمة وبتكلم مين هتكلم إنجيلينة جولي النبي ما تتهدي بقى بايشوف حد من معرفنا يكون عرف طريق هشام والبيضة هيفضل عادلينة هنا سالتين يا بكرة أقولتلك لا ده قبل اللي حصل يا مبارح يا رجل أنا وبيلدة كنا حلموت باستني إيه يا حلم باستني لما تدخل علينا تلقينا ما تدخل في الصلاة كل دعشة قطر رحوم عايزة أنا ترضو حلم لا تصرف يا حلم انت يا أخوة بتروح الشغل وأنا وبنتك قاعدين مع راجل غريب وما تتصرف يا حلم مش هتغلب يا أخوة رحيم مش غريب رحيم زي أخوة وأنت عارفة الكلام ده وعذة ما تليش ربنا يسهل إيه يعني إيه ربنا يسهل إيه يعني اللي عايزه ربنا هيكون حاضر حاضر دي بقى إيش هتقف كل ده يحصل وما تقولي ليش ماما أنا بحكيلك علشان تفكري معايا مش علشان توطريني هفكر معاكي في إيه إنتي لازم تبلغي البوليس طبعا لا واقول إيه للبوليس طب فريدي الزفت ده اللي بتكلمني كان مجد معا حاجة ممكن تضرني أنا شو اللي ما فيهوش هزار إشاعة واحدة بس ممكن تجيبني الأرض طب عماد ما يقدرش يعمل حاجة ما هو ده اللي قلقني عماد عماد حطت أعصابه في تلاجة وده اللي أنا مستغرباه له مش خايف من رحيم ما ظنش طب مش جايز رحيم هو اللي بيعمل كده أعرف إنك تخطبتي لعماد يعمل كده علشان تسيب يعماد وترجعيله أنا فكرت في كده بس رحيم ما يعملش الحركات دي مال مين بس يا بنتي مين العمال يكلمك ده ده حتى ما طلبش منك طلب واحد ماما انت فاكرة إزاي تعرفت على رحيم لما رجع لنا الأرض اللي خدوها عمامك غزبا عن أبوكي بالضبط كده يعني أنا لجأت له لما كان عندي مشكلة طب مش يمكن هو بيعمل كده تاني علشان ألجأ له يعني هو كرمته نقحة عليه مش عايز هو اللي يجيلي عايز أنا لنروح له يا بنتي مجنونة ما أنا لسأ إليك الكلام ده ماما ما هي حاجة تجنن فعلا يعني استحالة كل ده بيحصل في نفس الوقت اللي خرج فيه رحيم اسمع يا دل لو ما كانش حصل لك أي حاجة ورحيم خرج كنت هترجعيله؟ هو كان في حد يصدق إنه رحيمه ممكن يخرج فيه من الأيام بقلنا كتير قوي ما تفسحناش في نادي الشرطة هو ده التجديد يا أحملت؟ ما يلو نادي الشرطة ما كان هادي ولطيف ولا أولاد يلعبوا في أماني ما نادي الشوارع بقى المؤلفة كده والمولاد يلا ولين؟ مطلقوا بقى براعيودكو ها؟ ألين؟ يعني بزمتك مش متفق مع أصحابك علشان يجولك وتقعدوا هنا مع بعض وتسيبني أنا أقعد لوحدي وفي الأخير تتحسب علي خرجة؟ أهل حاجة في الدنيا إنك فهماني بس سواحياتك انت مفيش أي معايد تاكلي بقى ولو تشربي آي بقى في إيه يا أحمد انت شوفت حد تعرفه؟ ها رجعلك حالا ها رجعلك حالا بتعملي إيه أنا؟ بأكل بحشني أكل الداخلية لما خرجت قمتلك بلاش تعمل شويتين دول الدنيا اتغيرت إيه فعم بقى؟ قم بارح الساعتين بالليل نزلوا العمدي ثلاثة نفار أنا عايز تحريات عنهم نعم يا أخويا أحمد باشا أنا عارف إن كنتوا بتهدوا عليها النفس اللي أنا بتنفسه فأكيد أنتوا كنت وفرين القلدي وقلت هم مين؟ وقعدين فين؟ وبكرة الصبح ملفاتهم هتبع علامات تبسيتك أنا بقى عايز الملفات دي إنت تجنينت ولا إيه؟ إيه الدخلية حتشتغل حسابك إنت؟ مدفوق القلدي خطفين أخويا يعني لو رحت عملت محضر في الإسر هيبقى واجب عليكوا إن كنتوا تجمهولي أنا بقى عايز أوفر عليكوا كل الناس دا يعني وديتني أي معلومة أنا حجيبه بنفسي يا أحمد باشا أنت لسه أعلم أن الدنيا تغيرت وأنا مش عايز أي حاجة من الدنيا غير أن ألمنا أهلي اللي تفرقوا من بعدي الهال دي خطفت أخوك ليف؟ عايزين نشتغل معهم بالعافية وإنت عايز نصدقك إنك أنت مش عايز تشتغل معهم؟ عايز طبعا بس بمزاجي شفت أنا جاي معك دغر إزاي؟ فكر ورد علي دي ممرة الجديدة حساب أنك تكلمني بس ما تتأخرش علشان ما فيش وقت ولو ما اتصلتش أنا كده كده هعرف أوصل لك أوصل لك علشان أقنعك المدسعين أسيبك بقى للمدام والد ربنا نخلهم لك بالإذن بقى لك رحيمة قدحت أعمل إيه؟ أنا مصلت معاك كبيرا أعمل إيه؟ بقى لك إيه؟ خلص عليوحة خرجت منها أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟